سرعة الاستجابة هي أفضل ما يميز طب الطوارئ، إذ يتم الاستفادة من اللحظات الحرجة التي تتبع الحوادث الطبية لحظ حياة المريض. وفي عيادة لندن ببريطانيا تم تطوير وحدة عناية للحالات الحرجة والمعقدة تعتمد على التقنيات الحديثة في مراقبة المريض ومؤشراته الحيوية على مدار ساعة. الوحدة توفر بيئة صحية للمريض، إضافة إلى أجهزة الإنذار الصامت، أي تلك التي لا تصدر ضجة عادية. كما ترتبط بنظام مراقبة مزود بكاميرات موصولة بشبكة التحكم التي يتابعها مقدم الرعاية الصحية من الخارج. ويمكن عبر أجهزة استشعار خاصة قياس حالة المريض وهو نائم. وحدة العناية المطورة هذه التي تم افتتاحها في نوفمبر الماضي تقدم الرعاية الخاصة للمرضى بكفاءة عالية. فهي توفر الخصوصية التامة للمريض ولعائلته، وتحديدا أولئك الذين يعانون حالات طبية معقدة. الوحدة تستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية ضمن فريق متدرب ذي كفاءة عالية. وهي تعتمد على التكنولوجيا المتنقلة، أي تلك التي نراقب من خلالها المريض، ونحن على بعد، وفيها أيضا المراقب الإلكتروني. ومنذ الستينيات القرن الماضي انتشرت فكرة إنشاء وحدات عناية مركزة للمرضى، وقد تطورت حتى باتت من أهم الأقسام في المستشفيات. وبفضل التكنولوجيا الطبية المتطورة، تحولت العناية المركزة من غرف بسيطة إلى وحدة طبية تطبق أحدث الأساليب في التدخل الطبي العميق والبسيط، إنقاذا لصحة وسلامة المرضى. موسيقى